الرقصة الشهيرة التي طالما رقصها العديد من المشاهير في العالم اكتسحت المعاهد التونسية وأصبح الشباب يقدموا هذه الرقصة للتعبير عن آرائهم وخلفيتهم لكن هذا النوع من التعبير خلق بعض التوتر في الأوسط التربوية وبالرغم من ما خلقتوا هذه الرقصة من ردود أفعال فالبعض يرى أنها ظاهرة إيجابية وهي شكل من أشكال الحرية والإبداع والتعبير عن الرأي ظاهرت الرقص في المعاهد أول شيء سأحب نذكر أنها مهيش ظاهرة جديدة من قبل موجودة الحاجة هذه داخل عديد منها من المعاهد وبالنسبة لها نعتبر أنها ظاهرة إيجابية الحياة داخل المدرسة أو الحياة داخل الجامعة يجب أن تكون حياة فيها نوع من الأرياحية اللي يشعر به الطالب يشعر به منها التلميذ ما معناها نوع من الأرياحية؟ يعني يجب أن يخلق منها مناخ اللي يتيح للتلميذ وقال للطالب هامش من الإبداع هامش من الحرية هامش من التعبير على الرأي لم يعود التعبير عن الأراء في الأوساط التربوية مقتصرا على الكتابة والخطابات وإنما أصبح الرقص وسيلة من وسائل التعبير والإبداع